اتهمت روسيا الرئيسة تركي رجب طيب أردوغان وأسرته بالضلوع مباشرة في شراء النفط من داعش وزعمت موسكو امتلاكها أدلة عبر عرض وزارة دفاع صورا لما قالوا إنها شاحنة محملة بنفط في منشآت وسيطر عليها داعش في سوريا والعراق ثم وهي تعبر الحدود إلى تركيا ولم يحدد المسؤولون ما هي الأدلة المباشرة التي لديهم عن تورط أردوغان وأسرته وقال نائب وزير الدفاع روسي آناتولي أنتونوف إن تركيا هي المسهلك الرئيسي لنفط داعش من جانبه رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلك الاتهامات قائلا إنه لا يحق لأحد إهانة تركيا باتهامها بشراء النفط من تنظيم داعش وأضاف أردوغان أنه سيتنحى عن منصبه في حال ثبوت صحة تلك المزاعم وأتبع رئيس التركي أنه لا يريد أن يلحق مزيد من الضرر بالعلاقات مع روسيا ترجمة نانسي قنقر